كيرو براكتك كيرو براكتك هو تقطع طر مفاصل بس علم أعرف المفاصلة واتجاه الحركة بتاعتها فيش حد ما بيقولش ضغري بيوجع العمود الفقري نهاردة ما عادش سيزمان لإن قوته بقى تأضعف مشاكل العمود الفقري عرضها غامضة العصب مش هيديني فرصة أن تفضل فقرة تنزلك والغضروفية تآكل وهو يفضل عايش معاك دكتور محمد سديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضوة جامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري أهلا بكم الإنسان جسمه هش على فكرة وليس بالقوة اللي انتم متخيلينها شيل التقيل الواقع اللي مش مزبوطة وعلى فكرة جسم الإنسان مش قوي زي ما انتم متخيلين الشيلة الغلط والقعدة الغلط بكلها حاجة بيجاد فتمنها غالي جدا النهاردة حوار مسير للغاية عنوانه الغضروف أين يذهب بنا هذا اللقيم هذا الشقي هو الجميل اللي ما بيقوم بوصفته لكن يبقى شقي ولقيم لو ما عملش لو وصفة أو تحرك من مكانه هيعمل يخلي نسان ما ينامش الليل نهاردة حوار مسير للغاية مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم جراحات العمود الفقري واجراحات المخ والعصاب اسم نبتخر بوجوده معنا الأستاذ دكتور محمد صديقيه ويني أهلا بيك دكتور محمد بي برح كنت هاوع كنا نعملين نهاردة يا باشا بحاجات قصرت على صوت لا يعني الناس عندها لا مبالاة في وضع الأشياء حجر ركنينه عشان يركن عربيته الباشا قدام المحل تمن بيكون خير سلم ما حد غسل وساب الميا من غير ما ينقشفها حد ينزل هو تفكير يعني امش في أي طريق في الدنيا كلها هتلاقي الطريق دايما مستقيم وماشي بهدوء وسلاسة هنا هتمشي في طريقة ايما حفرة ايما مطب لايما الطريق نفسي ماشي مطب ممكن مطب عند حتة قدام مدراسة قدام بس بقى حاجة لها إرشادات لكن مطب في مطلع كبرى ما تلاقيهوش مش كده قدامكم انا قدام مدينة اللي تاجي لعلان مطب مثلا خمس مطبات في خلال مئة متر انتكالت الأولين قلت الحمد لله بقى أكمل بقى وامشي مفيش حاجة تانية أكيد اثنين ثلاثة واربعة كلام ده طبعا زي ما بيكسر العربية ويكسر الكويتش بيقطع في البناءات الحقيقة وممكن يكسر في البناءات وممكن يسبب تلفات كبيرة جدا على مستوى العمود الفقري وعلى مستوى المخ كمان يعني احنا ما نساش ان احنا الموضوع بتاعنا دايما هو المخ والعصاب والعمود الفقري ده حاجة مهمة جدا وحاجة غالية قوي وحاجة قيمة جدا يعني خبطة صغيرة في يعني معمطب وكده والرصد خبطة كده يجي اللي نزيف في المخ يجي اللي تجاج في المخ يجي اللي كسر في الرقبة يجي اللي كسر في الفقرات القطنية والعجزية اللي كتير جدا دلوقتي مثلا مشكلة ألم الضهر والناس دي ما انت تتساءل يعني طب لي يعني ده انا عمري ما شلتش اللي تقيل لا هو ناسي ناسي ان هو وقع مرة بالعربية في حفرة او ركوب المواصلات اللي هي اللي فيها مشاكل كتيرة زي العربات الصغيرة والحاجات دي يعني وموتسكلات والحاجات دي وخد بها مطباط وتزحلق ووقع الحاجات دي كلها ما بتسيب أسر ست البيت اللي في البيت اللي هي بتتزحلق في السيراميكو وزحلقة نازلة السلم حاجات مشهورة جدا الزحلقة وانت في البنيو والزحلقة وهي خارجة من البنيو انت عارف دا 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 كده بتبقى يعني بصمة معارفينها يعني في الناس والحقيقة بيبقى لها مشاكل بقى كبيرة جدا ما المقصود بالغضروف القطن يعني دا ما يحدث فيه الصغيرة تماما هو هو تركيب العمود الفقري الحقيقة يعني بديعي جدا وربنا خلقه في تكوين رائع وعظيم يعني هو عبارة عن مجموعة فقراتية يعني المنطقة القطنية هم عبارة عن خمس فقرات يعني فيه غضريف كل ما بين فقراتين فيه غضروف والغضروف دا ببساطة جدا هو عامل زي الكويتشا كده هو عارف زي زي الدونالتس كده اللي هي المدورة ومحش حاجة يعني عارف جواه حشو هو بيبقى عبارة عن من برا حلقة من الألياف فايبر كده وجواها مادة جيلاتينية التكوين بتاعها اللي ربنا خلقه علشان تتحمل الصدمات وتتحمل الضغط وتتحمل التحميل الفيرتكاللودنج اللي هو التحميل الرأس على عمود الفقر بمعنى ان انا لو شايل انا بحمل على ايه على الجزء بتاع الغضروف الفقرات لانها صلبة بتنقل الضغط بتاعها على المنطقة الليينة او الضعيفة في العمود الفقر هو الغضروف الحقيقة فسبحان الله في الغضروف يتضغط جميل جدا مع تكرار الضغط على هذا الغضروف بيحصل حاجتين نمره واحد بيفقد السويل اللي جواه يبدأ ينشف الغضروف دا جواه حوالي كم وتسعين في المية منه مية تبدأ كمية المية بتاعته تقل مع كتر الضغط اللي عليه بيتعصر المية بتاعته تقل فيبدأ يحصل حاجة بما يسمى تشقق في الجراب اللي في اللي حواليه يحصل هنا فيه اللي يا ربا زي ما يبقى عندنا مثلا فارد الكويتش بتاعت العربية مع كتر الحمولة عليها تبدأ تطق وتحصل فيها شرخي كده بالطول او حاجة وبعد شوية تلاقي الجزء الداخلي يخرج منك دا اللي بيحصل عندنا أول حاجة هينشف المية بتاعته بتقل تاني حاجة تحصل للإصابة اللي هي القطع طيب الموضوع ما يبقفش على كده هو اللي ماشي ما بين الفقرات وبعدها دا اسمه عصب العصب دا مفروض له مساحة يتحرك فيه لما بيحصل هذا التضاغط المسافة دي بتقل فيبدأ العصب دا يندغط ما بين الفقرات ويبدأ الغضروف دا يتحرك يرجع لورا فانضغط ما بين العدم وهينضغط كمان ما بين الغضروف تبدأ الفقرة نفسها تضعف يعني اللي بيمسك الفقرة الغضروف جزء من الحاجات اللي بتربط الفقرات ببعضها فالفقرة تضعف فعلشان تقوى تاني الفقرة تبدأ الانسجة او الاربطة تتضخم اللي هي مسكة اللي هي البنسمال ليجمنز تبدأ تتضخم علشان تمسك الفقرة اكتر لما بتتضخم هتضغط اكتر على العصب يبقى العصب انضغط من الغضروف انضغط من ضيق المسافة بين الفقرات انضغط من الوسيلة الدفاعية بتاعت الجسم نفسه اللي هو من الاربطة انضغط لما الغضروف بدأ يتآكل والعظم بدأ يضغط على بعضه ويكحد في بعضه وتنزلق الفقرة فبدأت تشد على العصب كمان العصب في الاخر اتفعز جامد جدا انضغط جامد جدا بدأ يحصل فيه مشاكل وهو ده اللي بيدين من البداية الالام اللي الناس بتسميها زي عرق النسا او التغاب العصب الوركي او المتلازمة الكمسرية او حاجات كتيرة جدا مسميات كتيرة جدا جاد في المنطقة دي بس هي خلاصتها ان يبدأ يحصل الالام ممكن تحصل في الظهر ده ربعين للستين في المئة من الناس يبعندهم ألم في الظهر في ناس عندهم كل المشاكل دي كلها وما يجيلهمش ألم في الظهر ويبدأ يسمع في الأطراف وكلمة عرق النسا انت عارف كلمة عرق النسا دي اطلقت سنة كم؟ من 1451 يعني احنا بقلنا أكتر من 600 سنة الناس متعارفة عندها كلمة عرق النسا ده حقيقة يعني هو النسا ولا النسا؟ هم كانوا بيسموه عرق النسا يعني عرق النسا بس هي تطورت الترجمة بتاعة العصب السايا تكنورف اسموها عرق النسا فهي جات بقى عرق النسا والنسا من الستات اللي هم كانوا بيوطوا بيشتغلوا بيشيلوا كتير وكان في الصورة في الكتب الأديمة دايما يجيب لك الستة أو ربة المنزل وهي قاعدة على الأرض وعلى ركبها وبتمسح في البلاط أو بتمسح الأرض كده وبتعمل فده كان بيضغط على الغضروفه وفي نفس الوقت انت بتعمل أقصى اختبار العصب انت عارف أقصى اختبار العصب ايه؟ انك تتني الرجبة لفوق الرجل لفوق كده كأنك بتضمها على بطنك وفي نفس الوقت انت تاني الرجبة من تحت وضم دي على نحة البطن فانت بتشد على العصب اللي وسطك ناري بتعمله جامل جدا عشان كده أهم اختبار عندنا في تشخيص المريض هو ايه؟ بنسميه نام ورفع رجلك أنا مجرد ما شديته بدأت رفع رجله العصب هينضغط مع الغضروف هنا اللي بيحصل بقى في العرق النساء الغضروف شايف الخطوط اللي بالعرض دي بدأت يطاقه خرج من بره الجسم عايز يمسك يحصل زواد عظمية يحصل ضيق على مستوى العصب العصب تزنق شايف؟ السويسة اللي ربينا خلقها الطبيعية دي معدتش موجودة مع الحركة الفقرة تنزلق إلى الأمام وتحركت كل ده بيضغط على مين؟ على الغلبان اللي خارج اللي هو زي كابل الكهرباء كده فيبدأ يدينا إشارات عصبية قوية جدا تسمع في الأطراف يعني فيه ناس بيبقى شكوية وقالك أنا بحس بكهرباء بحس بتنميل بحس بخدلان وبيوصل لحد فين بقى؟ صبعي الكبير لا صبعي الصغير لا مشت الرجل لا القدم بتاع الرجل يعني زي ما بيقولوا ويزود الطيم بلة أو يعني أضف إلى الشعر بيت إن اللي بيحصل أكتر في حياتنا اليومية إن إحنا مبطلش شغل سواء رجالة أو ستات ست البيت عندها حمل متكرر وكل شوية فيه حمل وفيه شغل في البيت وفيه خدمة لولاد وفيه مسؤوليات المنزل وفيه اللي بتشتغل وبتقضي شغلها وأول كلمة بنيجي نقولها حضرتك لازم راحة في العلاج تقول لك ته بجيب الراحة منين؟ ته بريح إزاي ده أنا عندي ربنا يخليهم لك وربنا يقويك عليهم بس يعني المرض ما بيعذرش المرض مش هيديك أعذار علشان ده أنت عندك أربا خمس عيال وبتخدمي فيهم وبتخدمي في أبوهم والبيت فيه كبير ومش عارف إيه وعندك شغل وبتنزل شغلك وبترجع وبتركاب مواصلات مش هيديك عزر هو لا هيديك بقى الأعراض بتاعت المرض انذار في الأول وجع تنميل خدلان الإحساس بالكهرباء الإحساس بالتقل بعد شوية بقى التقل بقى ييجي هنا العضلة العصب العضلة دي بتشتغل إزاي؟ فيه الكبل الكهرباء اللي بيوصل هو العصب العصب مش هيوصل الكهرباء لإنه انضغط أو لو هيوصلها بيوصلها بطريقة خاطئة تبدأ العضلة ما تشتغلش أقوم الصبح مش عارف أخد أمتي أنزل من السريل مش عارف أقف كنت قاعد في العربية أجفرد وسطي أو قاعد على المكتب بل ما اطلع كده والعضلة تفرد معاه وابدأ أخد خطوتين الموضوع بياخد وقت ودي شكوى الناس مش ربطها بالضهر ولا ربطها بالغضروف بعد شوية تبدأ العضلة ديت من ضعفها تبدأ تخس يحصل ما يسمى ضمور في العضلة تلاقي الرجل بدأت تخس عن الأول يقول لك شايف أنا لما بمسك العضلة بتاعت السمانة بتاعت رجليا خست معدتش زي زمان العضلة بتاعت الكاف ماسلز من تحت اللي هي التحتانية دي بتاعت الرجل بدأت تخس السمانة بدأت تخس العضلة الربعية من فوق بدأت تخس القاعدة بتقول العضلة التي لا تعمل بشكل كافيك بتضمر وتضمر والضمور بتاع العضلة ده بقى بيمر مرحلتين الاول يبقى فيه نسبة ضمور لكن فيها قوة يعني تقدر تتحرك بعد كده ضمور وتفقد القوة يحصل فيها ايه؟ ضعف يجينا في الاخر المريض ماسك عصايا الاول بعد كده ماسك بتاع اللي هي اللي عامل زي حرف يو دي السنادة ديا بعد شوية ده جاي متشال او متسند على حد او جاي على كرسي بعجل هل الناس بتفكر بحالة الاهمال بالزبط بقى هل الواحد قبل ما بيصل الى هزي المرحلة بتاعة كرسي بعجل ده بيفكر انه ممكن يحصل له ده؟ لا احنا ما عندناش الرؤية المستقبلية للمرض ان المرض بيتطور المرض بيتطور والمرض بيزيد واللي بيحصل للناس كلها ما هممكن يحصل لي احنا عندنا دايما لا انا بشوف الناس بكرسي بعجل بشوف الناس ماشية بكيسبول في ايديها وما عادتش بتتحكم في الاخراج بتاعها بشوف الناس عندها مشاكل كتير جدا لكن انا عند الغضروف بقى لعشرين سنة لا مش هيجيلي ليه مش هيجيلك؟ وبعدين تسمع العجب يعني انا الغضروف ده معايا ده من عشرين سنة قالول العملية وانا مرضتش وهربت من العملية لا برافو عليك انت هربت ده انت شاطر جدا طب هو الهرب ده ادى الى ايه بقى؟ الغضروف كبر الفقرة بقت سايبة الفقرة تحركت من مكانها اهو شوف عندنا هنا اهو اللي بيحصل الفقرة انزلقت الفقرة يعني بدأت منزلق غضروفي وعلى فكرة انزلق غضروفي مش كله درجة واحدة ده انا عندي خمس درجات من الانزلق غضروفي تلاتة منهم قابلين للعلاج يعني عندي غضروف الاول يبدأ يصغر كده وبعد كده تبدأ الحلقة بتاعته تنشف شوية بعد كده يبدأ يضغط على العصب كل ده ده بقى ما يسمى عرق النسف الاول الالم مع الكهرباء اللي نزلة بتضرب في الرجلين ها وتأثر على منطقة الحوض وتأثر على الاحساس بالبول او البراز او الاخراج يضاف على ذلك لو انا وزن زيادة لو انا سكري مش مزبوط لو فيه شغلي كتير لو فيه مجهود زيادة الفقرة تحركت من مكانها هي ما تحركتش الواحدها لان العصب جواها بتاخد العصب والضفرة العصبية معها وتتحرك تدينا بقى الاعراض بتاعت الانزلاق الغضروفي مع الانزلاق الفقاري ونبدأ هنا بقى ندخل في مرحلة ان الالم بقى في الظهر كمان يقولك انا في الاول كان ميزر في رجلية دلوقتي بقى ظهري مش قادر افرد ظهري ده انا لما بنام بس تريح هو ليه بنام بس تريح بنام على ظهري بالذات لان الفقرة ما هي بترجع بترد طب دي علامة حلوة اللي علامة وحشة معناها ان الفقرة سايبة مش سابتة ولا مستقرة يبقى انا لازم اتدخل يبقى انا لما يعني اتدخل كطبيب ان انا اشخصه وبعد كده احدد وسيلة العلاج اللي موجود ده نوع من انواع العلاج ده حاجة احنا بدقين بها كده ان هي حاجة جميلة جدا وحاجة حديثة جدا كنا زمان لما بلاقى الفقرة المكسورة او المتحركة او السايبة بنركب شرايح ومسامير الشرايح ومسامير العادية دي كبتثبت كويس جدا ولكن كبتمنع العمود الفقر من الحركة فبتعمله تسبيت فمع اقل وقع اقل خطة يا المصمري تتكسر يا الشريحة تتقطم يا الفقرة تتكسر واخد برحة ده طوروا الى حاجات بيسمها الدعمات او المسامير الحركية لها اجزاء متحركة ومادة تايتينيام قوية جدا تتحمل الصدمات وفي نفس الوقت تسمح معانا بالحركة طيب الغضروف لما بيبقى كان موجود كده جميلة هوا لا مع الضغط عليه بدأ يخرج هيعمل لأول عرض ايه بقى لمس العصب العصب بدأ يكهرب يديني العرض بتاعت الكهربة تنميل خدلان مش عارف ايه ضعفت التحميل بقى على العظم العظم هناك كسر او دي اللي بيجيب بقى زحزاها الفقرية يعني هي بدأت بنزلها غضروفي كسر انا مش هيحس بيه الانسان اللي عجبني اقوي في الانميشن انهم جايبين الانميشن ده فيه تكوين رياضي الرياضين معرضين لإصابة ده هي المشكلة بقى وخاصة في السن الصغير في الشباب بقى اللي هو راح الجيم اللي راح الجيم وفرحان بالجيم هو لا شكل بالضبط يشيل شيل اه هو دخل عايز يعمل شاب ويكبر العضلات هو مش فاهم ان الشيل التقيل هو مش بيعمل كده يعني الفتنس بتبقى افضل اشيل اوزان خفيفة لمدة طويلة اجيب معي النتيجة افضل واجري على التريد ميل اواجي اجري على التريد ميل واستخدم العجلة واستخدم الحاجات بتاعة الشيست والكلام ده كله الحاجات ده كلها اه لكن انا بدخل بقى ابدأ اشيل اوب وطي ارفع مفيش الحمل تقلو يكافئ قوة عضلة الظهر او ساعات يزيد عنها تبدأ العضلة تشد غزبا عنها فتبدأ تحمل على العضمة فالعضمة الضعيف ده اللي معادش فيه غضروف سندو كويس يبدأ الغضروف يتضخم الاول بعد كان ممكن ينفجر الغضروف وبعد كان الفقرة تبدأ تتحرك يجينا بقى ابو 18 سنة و20 سنة و22 سنة بيبكي ده الوجع بقف شوية بموت من الالم اه لو مشيت مثلا كان بيمشي الاول 5-6 كيلو كان بيمشي 6-7 محطات ده الوقت معادش يقدر يمشي مثلا 500 متر ده انا ممشي 500 متر بتعب ده انا بقف بتعب ده انا بقعد على الكرسي بتعب فدخلنا بقى في مشكلة ما تسمى بقى المضاعفات ضغط على العصب طيب انا لو سبته خلاص انا فدائي بقى وبتحمل الالم او لجأت بقى للطريقة الخطيئة عبي مسكنات والمسكنات ومخدرات وحاجات تقلل الكهرباء اللي في العصب وحاجات كتيرة منها سواء بطريقة شرعية او بطريقة غير شرعية وحاجات كتيرة يعني فيه ناس بتاخد مسكنات بناعا على وفيه ناس بتروح تجيبها من تحت سلم ومن تحت السلم وبيجيبهم يعني حاجات تصل على درجة المخدر ودي كارثة هو فاهم ان انا بتغلب على قلم كده وانا مش محتاج ده كاتر احتاجهم في ايه ما القلم بيروح الموضوع مش القلم ده القلم ده هو نقوص الخطر وهو الانذار اللي بيقول لك خلي بالك ده المصيبة جاية بعد شوية ده بعد شوية العصب ده هيفصل ده بعد شوية ممكن يحصل لك سقوط في القدم بعد شوية يحصل لك تسيب في البول بعد شوية يحصل لك عدم احساس في المنطقة بتاعته الحوض بعد شوية ممكن الحالة الجنسية اللي انت بتدور عليها وسعيد بيها بتختفي منك وبتروح ويبقى عندك في البداية سرعة قصف بعد كده تنتهي الموضوع الى فيش انتصاب ما فيش مشاكل مشاكل كتيرة جدا والمشاكل بيعاني منها الرجالة وبيعاني منها السيدات تلاقي السيدة تقولك ده انا مجرد ما هو قفت بتيجي توقف كده البول بيسيب مني ده انا لو كحيت كحية بحس زي طلقت الرصاص في رجلية وفي نفس الوقت البول بيبدأ يفلت مني وهي ما عندهاش اي مشكلة في الراحل ولا في النساء خبكة العصاب جدا متاصلة بكل الوظيف ومعقدة يعني احنا ما نبسطش الموضوع قوي كده فعشان كده لازم نتدخل فوقت من الاوقات يعني عشان نطمن الناس بنقول ان تمانين في المية من علاج الانزلاق الغضروفي طالما ان احنا في البدايات بتاعته بيتعالج علاج دوائي وبيخف لكن ببقى مبسوط جدا لما يجي لواحد بقالي يقولك انا بقالي عشرين سنة وانا عند الغضروف وجاي عايز برضو بكمل دواء انت ما جتش الا لما كل ادوية فشلت يقولك انا كل ما جرب حاجة ما عادتش بتجيب نتيجة طيب اللي فضيلك عندي ايه ان انا ممكن اقولك على تدخل نبدأ هنا بقى فترة المقوحة والفقرة بتاعت الرفض لا اصلهم بيقولوا العملية بتعمل يا باشا ما انت العملية بتشل طب ما انت هتتشل من غير العملية العملية هتعملك سقوط هيجيلك سقوط في القدم من غير العملية احتمالات ان ده يجيلك في العملية النسب بقى قليلة جدا لا تتعدى من واحد لخمسة في المية ده عالميا يعني في الدنيا كلها المضعفات دي وارد انها تحصل ولكن لو انت ما عملتش العملية ده هيحصل لك بنسبة مية في المية فالتدخلات النهاردة الحديثة بقت جميلة جدا فيه كمان ده عالية دلوقتي بالتدخلات اللي هي بحدودة التدخل جدا ما كل شغلية النهاردة بقىنا بتشتعل مبدئيا يا اما اما نظير يا اما جراحة ميكروسكوبية والاتنين دولار فايدتهم كبيرة جدا يعني هنا مثلا ده مريض عنده غضروف وهتشوف دلوقتي الغضروف عاملي في العصب بندخل تحت الميكروسكوب الجراحي فتحة صغيرة جدا بنبقى شايفين بالعدسات ده الغضروف شايف ضغط العصب وحدفها على جنب وفعصها ما بينها وما بين الغضروف ما بين العظم انا دخلت شلت عملت زي نافزة صغيرة جدا في العظم بدخل بالدريل كده واوصل للمنطقة الغضروف اشيل طيب الكلام ده ينفع والعظم بتاعي قوي طب لو حصل شرخي في العظم زي اللي شفناه من شوية مش هتنفع هزي الطريقة ده للناس ما ادخل بقى جراحة ميكروسكوبية وفيها فتح وادخل واعمل تسبيت والنهاردة التسبيت بقى ضرورة من ضروريات التدخلات الجراحية لان احنا النهاردة ما بنشوفش العيان اللي عدى هزي المرحلة بتاعة الغضروف بس غضروف بس ده ما عندناش مشوفها كتير بنفرح اولا ما لقى عندي جاي لغضروف آآ المريض بغضروف بس فقط لغير يعني ده جاي مبكر ده جميل قوي ده حلو عملية جرحة قد كده عدخل واشيله وساعة زمن طلعنا من العملية زي الفل وريقين تماما بعد تلات ايام انزل شغلك ومارس حياتك دي بنسميها تدخلات محدودة ممش كده لكن لما بيجي لي بقى عنده بدل الغضروف خمسة جبتهم ليه اصلا ما بيجوش خمسة مع بعض ده الخمسة واحد وسبناه بيجيب التاني لا ده جاي اللي بقى والفقرة بدأت تتحرك مع بداية الحركة في البداية اقدر عمل له حاجة زي كده دكتور عين ايه دي شايف الدباسة اللي احنا عملها ده دي بجيب الفقرة بدأت تسيبها ده المفصل بتاع الفقرة المه على بعضه الاول عارف زي النجار اللي بيعمل حتتين خشب ويلزقهم في بعض بيجيب حاجة كده زي بيسموها القمطة كده تجيب الحتتين دولة ويلزقهم في بعض واعمل ثقب ده برضو بالجهاز اه هدخل اه انا انا لميت الايه المفصل كان مفتوخ خالص قفلته شايف المنظر قفلناه طيب بعد كده بعمل ثقب ما بين المفصلين دولة قدام ورا انا حاطت ورا المفصل التحتاني ده خلي بالك لسبب لان العصب ماشي وراه فانا باحمل عصب ببقى حاطت حاجة كده علشان احمل عصب اللي هي عاملة زي ايه الهوك دي باحمل بيه العصب وبدخل بعد كده مصمار صغير ها عارف اه انا بعمل الثقبهوت اللي موجود جوه العظم نفسه في المفصلين المفصل بتاع الفقرة الفقانية اللي هو الاولين اللي تحتين مفصل بتاع الفقرة التحتانية هو كان بدبس الحت دي شوف الدبوس بقى جاي دبوس فعلا فعلا ما هو جاي دبوس ده اول بره اول بره على شكل المصمار اه دي من الحاجات الجميلة جدا بس لها وقت يعني ما تنفعش في لف درجة اولى ولف درجة تانية ولف درجة تالتة دي بنسميها لما يبدأ تزحصح جوه المفصل نفسه واخد بالحركة دي نقلل نشخصها بالاشعات وبنعمل حاجة بنسميها ديناميك فيوز اللي هي ايه الاشع الحركية في وضع الحناء بتاعه بص المصمار هنا انا جبت المصمار هنا هو بتدبسة برضو ديا بابدأ ادخله بحيث انه يعدي النحيتين ها يبقى انا مسكت ولميت الجزء ده على بعضه ولازم اعمله على النحيتين يعني يمين وشمال يعني انا لو عندي المفصل الشمال بس هو المفتوح ماقدرش اعملها كده بس في الشمال اللي واحده لازم اجي على النحيتين واعمل وابدأ اعمل هذا الكلام ده اللي بنسميه ايه تثبيت على مستوى المفصل بتاع الفقرة طيب دي اول درجة من درجات الجراح الموضوع الفقرة سايبة ومش فقرة بس ده انا دخلت بفقرتين في ثلاثة فا اربعة فخمسة طيب ايه رأي حضرتك ساعت بنوصل لست فقرات وساعة فقرات وعدينا المنطقة الصدرية كمان ها لازم نعمل حاجة تانية بقى بنسميه التثبيت المتعدد تثبيت المتعدد ابدأ ادخل بنفس الفكرة كده وبين كل مدخل فقرة يمين وشمال وابدأ اركب اللي بنسميها دعمات الحركة ممكن اركب على مستوى فقرتين ها على دي دي مثلا فقرتين الفقرة الخامسة والعجزية الاولى اهون بابدأ اجهز نفسي طبعا لها مدخل بطريقة معينة يعني انا مش زي حتة خشب انا بربط فيها كده ده انا عندي حوالي اعصاب وشريين وكمية اوعية دموية واوردة حاجات جحيم يعني لان اللي قدر اقب جد الناس عال بتاقب متخل الموضوع سهل وبسيط لا اهو مش سهل هو يعني هو بقى سهل لان ربنا سبحانه وتعالى سهل هنا الحقيقة لكن موضوع معقد جدا واحتمالية المشاكل فيه وردة واحد برحة راك اهو اعملنا كده دخلنا بالاجهزة ولازم بيبقى فيه مصارات معينة تقدر نمشي فيها واصلنا نبدأ بقى شايف ده الفقرة اللي سقطة دي انا برجعها الوراء بشدها ابدأ شدها وما ينفعش تشدها فجأة لانك لو شدتها فجأة ممكن العصب اللي هو بقى مرخي ده يقوم جاي عامل زي حرف يو كده وحتى منه تقوم دخلها تحت الفقرة مفصول معايا فيه لازم زي ما بقول كده انت بترجع دي وبنفس الوقت انت بتشد العصب ايدك عليه العصب رجعه بالراحة خارز بالطريقة طبعا ديجرحة ميكروسكوبية انت مش بتشد كده لكلها اجهزة والرؤية عندنا هنا مكبرة عملنا التثبيت اه يبدأ نقعد تاني من التثبيت طيب لو عندنا ثلاث فقرات اربع فقرات خمس فقرات اه شو بقى خاصيط المسمرات ده عمل ازاي بيتحرك في رينج مفتن في رينج مفتن خمسة واربين درجة شمال خمسة واربين درجة يعني بيجيب تسعين درجة يمين وشمال وفوق وتاحت دلوقتي بقينا كمان مش مجرد نح نعمل عملية ده احنا العملاء بنفصلها يعني ايه بنفصلها انا بس اقل حد اكتحرك بتشتغل ايه اصل اللي قاعد على مكتب واللي قاعدة مريحة غير اللي بيشتغل في اعمال المعمار مهندس وبينط من على سقالة عامل وبيشيل حاجات على كتفه واحد بيسوق عربية مسافات طويلة جدا لا الموضوع بيختلف يعني بقى عارف انت ايه والحاجة التانية في التفصيل بتاعتنا بنشوف الوزن يعني اللي وزنه ستين كيلو وسبعين كيلو غير اللي وزنه مئة وعشرين كيلو الحاجة التالتة بتشوف كسفة العظم العظم ده مثلا انت بتركب المصمار ده او الدعامة دي نجوه عظم هل العظم ده قوى اللي ضعيف ما يفرق يعني انت لو عندك مصمار بتحطه في خشبة والخشبة دي ضعيفة وبايشة ومخلوعة كده من اقل حركة هيخرج ايه ما هيكسرها طيب لو هي قوية ومسكة نفسها يبقى انت ضمنت الامان له طيب لو الدنيا سايبة وغزبا عنك لازم تثبت فساعتها بنعمل حاجة بقى تانية بنسميه المصمار ده فيه تكنولوجي في المسامير دي ان انا ممكن نحقن جواها بنحقن مادة زي السمغ كده مادة اسمنتية قوية جدا هتدخل تمسك المصمار وفي الفقر ماخد برحة دك يعني العلم دايما بيوجد لنا الحلول بس احنا نسمع كلام العلم الخطريف الأنوقية دي قصة مهمة للغاية الرقبة هم عبارة عن سبع فقرات وضعاف جدا لان حجمهم صغير وحركتهم كتيرة جدا انت تعرف يا دكتور ايمن ان كتير جدا من الناس بيعاني من المشكلة في الرقبة بيعودوا سنين يتعالجوا ان هو عنده قزمة قلبية اصلا بيجيره واجع في كتفه وتنميل في دراعه وبيقولك القلب الاعراض زي بها هي بتطلع لفوق بتنزل على الدراعين والكتفين وتنزل على تحت بقى على تحت تبدأ تلاقي الخطوة بدأت تتغير الرجل بدأت ترعش الاعصاب بدأت تسيب البول بدأت ما نتحكمش فيه ندور بدري علشان ندخل في المرحلة العلاجية قبل ان نصل إلى المرحلة الجراحية المتأخرة لان لو انا برضو تدخلت جراحيا بدري انا بنقذك من مصير محتوم سيء